لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صافح يوماً إذ فارك هذا وقتكم كل ما حبه خير وإن شاء الله رب تكونوا أمركم على العال وأحوالكم كلها كويسة وأيامكم كل عطر كنت بسفرة ورجعت لكم إن شاء الله بفيديو رح نحكي فيه بسألة عن أسئلة متكررة جداً عن خلطات أزيوت العطرية وخصوصاً أزيوت المستوحى من عطور عالمية طريق أنا بفترة من الفترات يعني قريبة جداً إنه أرجع عيد يفكر بالموضوع أكتر بإنه الطلب هذا المتكرر خلاني إنه أعمل قسم خاص إن شاء الله رح أستمر فيه عن الخلطات لأزيوت العطرية المستوحى أو المستوحى من عطور عالمية وكيف ممكن نستعمله كيف ممكن نعمل خلطات ممكن بدل أو تغير روح العطر أو حتى تعمل توليفة الناس اللي حوالينا هين بيهروا فيها عندي هون على الطاولة تمان حطيتهم هون ما فوتهم على اللاب ما نفضل هلأ موضوع اللاب دخلوا على القناة أبداً هو يعني شيء برايفيسي وخصوصي لألي بالجأله وبفوت عليه مع جو من الموسيقى والرواء بفوت عليه لحالي هو مثل محرابي اللي بفوت عليه بحبه يكون خاص إن شاء الله يمكن بالقادم من الأيام أقدر إنه أعمل قسم خاص لاب خاص لدخله على القناة وممكن يعني كلنا نستفيد من بعضنا بهذا الموضوع من الأشياء اللي بتلزمني أكيد أكيد فيه أشياء كتير بدي نوه عليها ولكن لا يتسعي الفيديو إنه أنا أحكيها بس من الأشياء المهمة جداً لكل حدا بالدوء أو للأخوية اللي عندهم محلات يعني تركيب عطور أو تعبئة عطور هل الأخوية بحاجة دائماً لأطارات ديسبوسبل بهذه الطريقة لا يشتغلوا إذا بدون يعملوا توليفات يشتغلوا بالكميات الصغيرة اللي تعتبر بالقطرة ومو بالميلي لأنه أو حتى بالجرام ممكن يوزنوا بس برأيي أنا لحتى تطلع توليفتك وتجرب فيها برأيي أنه لا استعملوا أطارات ديسبوسبل أو الأطارات العادية يعني بترجع وتغسلوها بالإيتانول هذه الأطارات كثير مفيدة لهذا الموضوع وأرخيصت الثمن ما أنا غالي يعني أول شي الأطارات من الأمور المهمة جداً اللي لازم تنتبهوا لأنه الأطارة هاي ما فيك تستعملها مع نوعين مع بعض يعني ما فيك تستعملها مع زيت وترجع تستعملها مع زيت تاني هاي تستعملها مرة واحدة وبتكبها لا زيت واحد بس لحتى ما تختلط عليكم الروائح بالنسبة لهي الخلطة هلأ رح فرجيكم إن شاء الله هون بس أنا المشكلة يعني الكاميرا ما فين ننزلها وغيرها وبدلها بس إن شاء الله هلأ برجع بصورها وفرجيكم إياها بالنسبة لهي الخلطات أو الخمس خلطات اللي رح أولكن عنا ما رح أذكر النوتات التبعة بالعطور كلكن فيكن تعملوا جوجل عليها وتشوفوها هنا إذا كان بدك تخلطها كزيت عطري مستوحى أو إذا بدك تخلطها كعطر أورجينال موجود عندك بتحط منه قسم على اليسار واحد منهم على اليسار والتاني على اليمين الجوكر اللي بهاي الخلطات كلها يعني وجايل إن شاء الله اللي بعده ممكن نستعمل جواكر كتير بهذا الموضوع لنبدل ولألكم عن الخلطات الجميلة ويعني اللي ممكن إنه تكون ملفتة للأشخاص اللي حوالينا ونحن بالمرحلة الأولى نحبها هيك هيكون معنا المواد اللي رح نشتغل عليها اليوم البعض مننا رح نأخذ منهم بس خمس خلطات ما رح نأخذهم كلهم مثل ما قلت لكم هون الأقطارات الـ disposable وسرنج الزاز بيجي ألماني أو إيطالي سعره من 10 إلى 15 دولار وهول حيكونوا الـ disposable اللي رح نشتغل فيهن وحط فيهن يعني عيناتي لقيتهن هول ممكن يكونوا أوفر للاستعمال الكتير يلي بعد أنت بعد ما تأخذ العينات تبيتك مضطر بتكون أنك أنت يعني ترمية ما بترجع بتستعملها هنمن ونأزاز بلاستيك هول حيكونوا الزيوت المستوحى وقالت لكم من فترة أنه ما كنت تفضل أنه روح لهذا الخط من خلط زيوت المستوحى ولكن بناءا على الطلب الكبير قررت روح لهذا الاتجاه لحتى نقدر نلبي أكبر عدد من طلبات الأخوة ولكن أنا أتفضل دائما التوليف من ايه تزد من البداية بالـ aroma chemical والـ essential oil هيك هول أشياءنا وهذا الكحول طبعا أنا ليش اخترت العينات الـ disposable hole في منهم بيجوا أنابيب مثل هيك تقريبا خمسة أو عشر ميلي ولكن هاي العبوات بتسمح لي أكتر أنه أنا قدر أتحكم بكمية الكحول حسب حاجتي وقت بدي أشتغل على توليفه بهول التوليفات رح نستعمل وقت قول عشر أطرات بتكون هي توليفتي كلها 100% هو هاي توليفة كاملة 100% اللي بده يستعمل عشرة ميلي هي هاي توليفته كلها كمية بالمية بعدين هو بيحب يزيد الكمية بيحب يساوي 20 ميلي بيحب يساوي كيلو بيحب يساوي اللي بده هو بعدين بيرجع بيزيد أغلب هول الجوكر مثل ما قلت لكم أنا استعملت الفانيليا بيجي شكلها بهالطريقة هذا الهونا واستعملت العطور المستوحى الأخرى عشان ما نطول كتير أخدت بالنسبة لهول الخمس عينات استعملت أول شيء الفانيليا حبيت أنه تكون أربع أطرات وبعدين إلعب على الباقي الجوكر يكون أربع أطرات وإلعب على الباقي ممكن أن تساوي أربع ميلي وتلعبوا على الباقي ولكن في منهم زيوت تقيلة مثل الزيت المستوحى من وصال من الرصاصي أو فيكن تستعملوا وصال نفسه بالمقابيل تبع أخدت سبعة مسك وثلاثة وصال هذا اللي ما استعملت معه أنا الفانيليا أخدت سبعة مسك وثلاثة وصال وصال زيت تقيل ومستمر بالخلطة الثانية أربع فانيليا وستة عود الأبياد عود الأبياد تذكروا عملت فيديو كبير عنه وهو يعني جوكر بحد ذاته مو بس عطر ممكن يكون يعني لعب خلفي لعب أساسي حتى بموضوع الخلط فأخدت ستة عود الأبياد بهاي الخلطة وأربع فانيليا بالخلطة اللي بعدها أخدت كمان أربع فانيليا وستة سسبيرو إربابورة أربع فانيليا وستة سسبيرو إربابورة باللي بعدها أخدت أربع فانيليا وستة بلاجر هذا يعني طبعا هاي كل الخلطات اللي صارت فيها تكون يونيسيكس لأنه دخلت عليها النوتة الجورماندية اللي الكل بحبها يعني وبالأخيرة بالأخيرة ثلاثة أليان من تيري موغلر وسبعة فانيليا فيكن تستعملوا كمان المسك الأبيض معه أو مسك الطهارة كتير بيطلع حلو هلأ هول صاروا خمس خلطات استعملنا بس واحد منهم مع وصال أخدنا الزيت المستوحى من وصال أخدنا معه ثلاثة مسك فيكن تستعملوا العطر الأصلي على جهة والجوكر يلي ممكن يكون اللي رح يمشي لكل الحالات الفانيليا أي عطر فانيليا بمشي حاله وهذا حطوا أنا عندي على الطاولة لحتى يذكرني دائما بالنوتات الدخانية وهيك أشياءنا اللي من بعيد هيك اللي اشتغلنا عليها وإن شاء الله رح نرجع نحكي بفيديوهات لاحقة عن خلطات أخرى يعني جميلة ومبهرة بعد تجربة أكيد كمان بالفيديو رح أترك المجال لحضرتكن اللي عنده تجارب من الخلطات أنه يعطينا من تجاربه ويشاركنا فيها إذا حب طبعا ليصير هذا المجتمع أو حتى يعني لقاءنا دائما مسمر وكله عم يحس أنه عم يعطيه إليه إيد بمجتمعنا العطري هيك كان معنا الفيديو لليوم بتمنى تكونوا أحبيته وجربوه إن شاء الله وعطوني تجاربكن أو آراءكن أو حتى مقترحاتكن ومحبتي دائما مستمرة كونوا بخير بأمان الله